اشتركوا في القناة دي المصورة بتعكو؟ ايه ترمزيتي سلفي سلفي اه يلا يلا شعرك مداري كل حاجة او قصي بقى يلا يلا تشيز لا رامسيس عشان يضحكوا اوكي رامسيس اوكي بعد ايذن حضرتك يا دكتور هو موضوع لعنة الفراعنا دي بجد لا ده موضوع محتاج نتكلم فيه تعال ندخل جوا المعبد ده واقول لكم ياريت متشكرين اوي اوي حكاية لعنة الفراعنا هحكي لكم بقى القصة انتو عارفيني مقبرة توت عنخة امون كشفها هورد كارتر ومول كشف المقبرة لورد كارنافون وكشف المقبرة فاربعة نوفمبر الف وتسعمية اثنين وعشرين لورد كارنافون قد حق النشر عن الكشف للندن تايم ده جورنان انجليزي فطبعا الصحفين التانين قاعدين ما بعملوش حاجة ومتغزين ومتدايقين سواء مصريين او اجانب فمن حظهم ان لورد كارنافون مات بعد خمس شهور من الكشف فطلعوا اشعاعات عن لعنة الفراعنا كتير جدا منها ان لورد كارنافون كان في فندق شبرد روحه طلعت الكلب بتاعه مات في نفس الوقت وهو روحه بتطلع الكهرباء بتطلع وتنزل طبعا دي كلها حكايات ملاش اساس من الصحة انا لما عملت سكانينج للموميا بتاعة توت عنخة امون بالاشعة المقطعية ورحت الوادي بعمل انترفيو مع التليفزيون الياباني قام فلد فيضان مية غرق الوادي طلع اليابانيين لعنة توت عنخة امون لعنة توت عنخة امون لما خدت الموميا من داخل المقبرة بتاعة توت عنخة امون حطتها تحت جهاز الأشعة المقطعية الجهاز يا ستاة المديرة وقف فكل الناس سابوا الاكتشافات اللي انا عملتها واتكلموا عن لعنة الفرعنة ولازال كل الناس بيعتقدوا ان فيه لعنة فرعنة لكن هقولوكو الصحة ايه بقى ايه لو احنا قفلنا مقبرة تلات تلاف سنة جو المقبرة فيه موميا او مواد أدوية الموميا بتطلع جراثيم غير مرقية زمان علماء الأثار بدخلوا بسرعة بتقرصهم البكتيريا بيموتهم انا بعمل ايه دلوقتي لما طلع مقبرة بسيبها لما الهوى الفاسد يطلع والهوى النقي يدخل مفيش حاجة بتحصل اطلاقها هقولوكو قصة سريعة بسيطة انا كشفت من اسبوع بير عشرين متر نزلت البير لقيت باب مقفول فتحت الباب جبت اتنين عمال معايا دخلنا لقينا تابوت ضخم الغطاء بتاعه تلاتة طن وجوه تحت عشرين طن العاملين جابوا حاجة اسمها العفريتا بدأنا يرفعوا التابوت رفعوا التابوت دخلت راسم التابوت ببص القيت قدامي اجمل ممية عمرها 4300 سنة في الجنب دهب والجنب دهب وعصبة دهب وحزام دهب انا دخلت راسي في التابوت اللي كان مقفول 4300 سنة ما حصلش حاجة انا قدامك اهو يعني مفيش حاجة اسمها لعنة الفرعب باي باي شكرا شكرا شكرا